الخبر واللي عادنا عن يا رمار وهن راح تكشف حقيقة نورمار فيا رمار نزعت على حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات وهذه الستوريات كانت تقول بها المقابلة ستنزل على اللايف ستيج تتفكر ان هي تفتح بها على حسبها بالإنستجرام بهذا البلد تتحكي بي عن المقابلة ولكن اول شيء لازم يوصل حسبها بالإنستجرام للتسعمائة الف متابع وطبعا بالنسبة للمقابلة يا حباب فهن راح تنزل يوم الخميس فهن تقول يا حباب ان راح تكشف عن نورمار و راح تحكي ما هي اشياء عنه وطبعا يا رمار نزعت على حسبها بالإنستجرام هذا البوست اللي تحضر بي علم العراق لرسمة على وجهها وقعدت تدعم العراق بما أنه حاليا العراق لما الماضي يصبح بمهارات وبالنسبة لك نزلت هذا البوست اللي تتجم بي علم نورمار واللي تتكتب بي قد تتحاول العقبات الماضيك وهي تقصد نورمار بالعقبات إلا بوابات لبدايات جديدة طبعا واضح انه يتقصد نورمار بكلامها وبالنسبة الوقت يا حباب عاشق لأقمار هاو ايمو مار نزع على حسبها بالإنستجرام هذا شوية تستوريات قاعد يصور بها القمر وحط بها شوية موسيقى حزينة أو موسيقى نقروع على الحب وهو واضح يقصد قمر مارو روم انه قمار اساسا انشات الفوله منه ومن نياره واللي لا لا احد قالوا شون السبب وبإسمق قمر يا حباب فنزعت على حسبها بالإنستجرام شوية تستوريات كانت بها وكل فرحانة وقاعدة بالسيارة ومن وضعها يا حباب بالأغلب لاحظ ان القمر مار بسطاعت من فريق نورمار هي تكون مبسوطة قاعدة صورة تستوريات وهي مفرحانة وتضحك هذا بالنسبة لقمر مارو يارمار ونورمار وإيمو مار يا حباب اما بالنسبة اليوتيوبر الباغين فصرنا في فترة قاطعين أخبار عنهم ولكن صراحك وشوية أخبار نارية فأول شي بالنسبة لأنس شايب وهو هل ترك بيسان انقلاف نصرها في فترة قاعدين يصوروني يبعض بنفس الوقت يا حباب انس شايب نزع له سبب الانستجرام وهذا البوست الذي كان كاتب عليه انه قلبي فيه خطر والغلب المتابعين صار يتوقعون انه هو يقصد بيسان بخطر او انه فعلا ما يقصد ان هو بيسان رح يتركون بعض مادر الصراحة ان شاء الله ما يكونوا بيناتهم والله دي هون البعض للاخر خاصة من هذا الثنائي يا حباب نروح لهذا الثنائي ياسو ريدر اللي هو اخرنا كيشفوا حقا ليش مقاعدين يصوروني يبعض فردر نزع هذا المقطع على القناة اللي كانت ويا يا ياسو وشرحوا شنو السبب لمقاعدين يصوروني يبعض اللي هو انه واحد من الاشخاص سوى فتة بيناتهم سوى بيناتهم مشاكل ولكنهم ما حابون يقولون اسمه وحسن ما لاحظت من الفيديو اي حباب انهما اللي قالوا ما رح يرجعون يصوروني يبعض ولكن ما يكون مشكلة بيناتهم كل واحد رح يكمل طريقة باليوتيوب وبس الله حباب نهو صحيح المقطع حباب اكون تحدي كل شخورة في حظكم اياه من زبان منطقكم تحدي واللي هو احنا حالين 440 الف مشترك اذا وصلنا ب12 ساعة منا للساعة 12 الصبح 50 الف مشترك او 450 الف مشترك رح ينزل صورتي باتر فالكل يسوي حسابات وهمية يشترك بالقناة يفجر زر اللايك ينتشر بالمقطع بكل مكان وهذا الشي رح يصير وبس جان كفاء زي ما خاتم لك القصص ومع السلامة